فمشاكل كبيرة والحقيقة الأطفال بيبلعوا حاجات صعبة جدا والحقيقة الخطيرة دلوقتي اللي بقى إينا نشوفه كتير يعني زي ما كنا بنشوف فعلا العملات المعدنية والبطارية حاليا المغناطيس المغناطيس ده كارسي وبذات إن هو كمان يبقى مش بلع واحدة يبقى بلع مجموعة وكمان المغناطيس يتأثر ويلزق بقى زي المريء ما هو ده فيه طفل يعني دخل طبعا في صقب في الأمعال يعني هو تحول جراحها طبعا هو دايما بنقول إن الطفل اللي بلع مغناطيس واحد لازم طبعا الأفضل إن إحنا نخش إن إحنا هنعمل منظر ونشيله لكن لو طفل بلع أكتر من مغناطيس ده زيه زي البطارية بالضبط لأن مشكلة المغناطيس إن هو بيفتح عن بعضه فممكن يبقى جزء في مكان في المعدة أو في المريء أو في الأمعاء والجزء التاني يكون نزل لتحت شوية في مكان تاني في الأمعاء فحياخد جزء من الأمعاء وجزء تاني من الأمعاء ويلزقهم ما بعض ما بينهم جدار الأمعاء نفسها جدار الأمعاء نفسها ده من كتر الضغط بيبتدي يحصل فيه تآكل ويحصل صوب يعني فيه أقصال تحولت جراحة بسبب أنها بلع المغناطيس دولة يعني الحاجات اللي احنا شفناهم في الصور أه الحاجات الصغيرة دي الحاجات الصغيرة دي كان واحد منهم هم بلع أربعة واحد منهم في بداية المريء والثلاثة التانيين في المعدة وقاف المبين المريء والمعدة واخدهم من بعض لأنهم خلاص بيلزقوا هم فيهم قوة جاذبة رهيبة ومعرفش قوة جاذبة زي مثلا اللي هم كانوا زي الرصوصات دولة بالضبط دخلنا الإناهم موجودين في المعدة محشورين جوا بعض فدولة عشان كبار كده والمغناطيس بتاعهم جامد فضلوا جوا المعدة فعرفنا نستخرجهم لكن الحاجات التانية ده اللي جنب أه أو جنب لأ أو لو بلع واحدة واستنى مثلا ساعتين ثلاثة وبلع التانية فده هتعدي هتكون عدة المعدة هتبقى في الأمعاء والجزء التانية بقى في المعدة بياخد اجددارين مع بعض يلزقهم في بعض طبعا ويبتدي يعمل من كتر الضغط يعمل سجب فالسجب ده يقدي إلى سجب في الجهاز الهضمي تبتدي يحصل له انتفاخ وتورم ولازم يخش جراحة فورا جراحة ما تنفعش بقى ساعتها هنزار ولا الكلام ده ده سجب ده فيه أطفال بيتعمل لهم تحويل مصار من كتر السكب طبعا اللي حصل التهاب شديد فبتبقى مشكلة وكارسة بتبقى تثابت هتدقية دكتور؟ بتبقى تثابت كم يعني سنين ولا شهور؟ لا خالص ده هو 48 ساعة بس؟ ها لو تثاب 48 ساعة وعمل ضغط خلاص ده خليح حاجة حاجة انت ضغط عليها لمدة 48 ساعة اكيد انا حامل فيها خرم طبعا اكيد وده طفل يعني المعدة بتاعته رقيقة الانسجة رقيقة جدا جدا فانهو ان يحصلوا الخرم دوت او الثقب دوت سريع يعني بالزبط كده